السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فإخوتي في الله اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى وسلوا الله العلي العظيم في صلواتكم في سجودكم في قنوتكم أن ينصر أهل فلسطين وأن ينصر أهل غزة على الصهاينة المجرمين الغاصبين المحتلين اللهم رحماك رحماك بأهلنا في أرض فلسطين وفي أرض غزة اللهم إنهم ضعفاء فقوهم اللهم إنهم مرضى فشفهم اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وأرنا في الصهاينة ومن عاونهم آية من آياتك برحمتك يا رحمن يا رحيم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزم الصهاينة المجرمين وزلزلهم وأرنا فيهم آية من آياتك اللهم إنهم لا يعجزونك في الأرض اللهم فزلزل الأرض من تحت أقدامهم واقذف الرعب في قلوبهم وسلم أكتافهم للمجاهدين المقاومين من أهل فلسطين ومن أهل غزة برحمتك يا رحمن يا رحيم اللهم واغفر لنا تقصيرنا وعجزنا عن نصرة أهلنا في أرض فلسطين وفي أرض غزة برحمتك يا رحمن يا رحيم آمين عباد الله تدور في هذه اللحظات معارك رهيبة على أرض غزة على أرض العزة فاليهود الصهاينة من كل صوب وحدب برا وبحرا وجوا يواصلون قذفهم للمستشفيات والمخيمات ومساكن الناس وصيارات الإسعاف بلا هوادة منذ أكثر من عشرين يوم ويحاولون في هذه الساعات المنصرمة أن يدخلوا إلى غزة من شمالها ومن جنوبها ولكن هيهات فهناك أبطال من أحفاد صلاح الدين من أحفاد قطظ تخرجوا من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم باعوا أرواحهم لله عز وجل يزودون عن دينهم وعن أرضهم وعن أعراضهم وعن أرواحهم وعن أطفالهم بكل ما يستطيعون فاللهم سدد رميهم وأرنا في اليهود عجائب قدرتك مع الأسف تخلى عنهم القريب والبعيد ونحن نعيش أحط وأحقر أيام يعيشها العرب والمسلمون والعيب بالطبع ليس في الزمن فنحن لا نسب الظهر أبداً إنما العيب فينا سرنا أقزام بلا وزن ولا قيمة ولا كرامة فالعالم لا يحترم إلا الأقوياء أما الضعفاء المهازيل الأقزام فلا يلتفت لهم أحد ولا يحترمهم أحد ولا يحسب لهم أي أحد أي حساب أبداً هؤلاء المئات أو ربما الآلاف القليلة الثابتة الصامدة أشرف من كثيرين من أصحاب العروش والكروش والجيوش هؤلاء هم النقطة البيضاء المضيئة المشرقة الآن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم كشفوا لنا بصمودهم سهاينة العرب سهاينة العرب الذين باضروا بنجدة اليهود وبضخ الأموال وبضخ الأموال إلى اليهود وبخروج طائرات تحمل أسلحة كثيرة من بعض بلاد العرب إلى اليهود كشفوا صهاينة العرب كشفوا ضعف وهشاشة الصهاينة كسروا الأسطورة فإذا بهم رجال من ورق عدة مئات بل عشرات في يوم السابع من أكتوبر زلزلوهم وهزوهم ومسحوا بهم الأرض وما زال بعض صهاينة العرب وبعض جهلة العرب يبثون في الناس روح اليأس والإحباط والهزيمة النفسية وكل أحد يقول وهل نحن في حجم إسرائيل إسرائيل من ورائها أمريكا بأحدث أسلحتها ببارجتها ببارجتها بل ببعض قواتها التي تشارك كأن حرب عالمية على غزة إسرائيل ومن ورائها أمريكا وفرنسا وانجلترا وألمانيا وإيطاليا حرب عالمية على عدة آلاف أرضهم محتلة مغتصبة يقتلون ليلة نهار قاموا يدفعون وهذا مشروع في كل كتاب نزل من السماء ومشروع حتى بالقوانين الدولية الوضعية هؤلاء يقاومون من احتل أرضهم قامت الدنيا وانكشف وجه الغرب القبيح القميء العكر الذي أقام الدنيا من أجل أوكرانيا وزودوها بالسلاح لتقف أمام روسيا روسيا تضرب المدنيين أين القوانين الدولية أين حقوق الإنسان أين كذا وأين كذا ثم انقطعت ألسنتهم عما يفعله الصهاينة بالمدنيين من أهل فلسطين يكيلون بمئة مكيال أما زلتم تصدقون أن الغرب فيه إنسانية وفيه كذا وفيه كذا هؤلاء ربهم المصلحة هذه حرب صليبية يهودية صهيونية على الإسلام وعلى المسلمين الأمر أكبر بكثير من غزة أكبر بكثير من فلسطين مؤامرات كبيرة وخطيرة تحاك من سنين لتفتيت المفتت ولتمزيق الممزق ولا حول ولا قوة إلا بالله أقول لكل منهزم نفسيا لكل مخذل أيها المخذل أنت لا تعرف الله حق المعرفة من عرف الله لا يقنط أبدا ولا ييأس أبدا ولا ينهزم نفسيا أبدا أبدا ولذلك علمنا مشايخنا أن أعظم العلوم على الإطلاق وأشرف العلوم على الإطلاق هي معرفة أسماء الله عز وجل ومعرفة صفات الله عز وجل وعلى قدر معرفة العبد لصفات ربه ولأسماء ربه على قدر أنسه بربه ومحبته لربه وإجلاله وتعظيمه وخشيته لربه وحسن ظنه في ربه قل لما زاد العبد علما بالله كلما ازدادت خشيته من الله كلما ازداد رجاؤه في الله كلما عظم حسن ظنه في الله قال ربنا في قرآنه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وظروا الذين يلحدون في أسمائه اسماء الله كلها حسنى بلغت من الحسن المنتهى كلها حسنى لدلالتها على أوصاف الكمال والجلال والعظمة لذي الكبرياء والعظمة سبحانه وتعالى ومن أسماء ربنا الكبير عنوان هذه الحلقة ربنا كبير ربنا كبير من أسماء الله عز وجل الكبير فهو الكبير سبحانه في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله الموصوف بالأكبر والكبير والكبرياء فهو عال عن مخلوقاته وأكبر من كل شيء ومن آمن بذلك لا يمكن أن ينهزم نفسيا ربنا كبير إسرائيل معها أمريكا معها إنجلترا معها قنابل ارتجاجية تقسف الأنفاق معها كذا معها كذا رموا قنابل تعادل وتزيد على القنابل النووية ربنا كبير أنت ما تعرفش ربنا حق المعرفة قالوا لعمر المختار إن إيطاليا ترمينة بقنابل صندوق حديد يطير في الهواء ويقذف علينا مكذفات متفجرات قال هذه الطائرات تطير فوق عرش ربنا أم تحت عرش ربنا قالوا تطير تحت العرش في الفضاء في فضاء السماء الأولى تحت العرش قال ربنا فوقها يسقطها إن شاء ربنا كبير سبحانه وتعالى وكل من علم ذلك لا يمكن أن يصرف العبادة لغير الله عز وجل تعبد إنسان نبيا أوليا تعبد جنيا تطلب من إنسان ميت لا يسمعك أصلا وإنت ويف على القابرة تقول له مادد مادد اش فيني يا فلان المرأة لا تحمل اجعلها تحمل يا فلان هو لا يسمعك لقد مات عجز أن يدفع الموت عن نفسه عجز أن يدفع الضر عن نفسه الذي يعرف أن الله كبير لا يمكن أن يصرف العبادة لغير الله قال الله في قرآنه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير يا من تتمسح في الأضرحة يا من تطلب من الموت أما سمعت هذه الآية ذلك بأن الله هو الحق الحق يعني الثابت الذي لا يزول لا يموت ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل الزاهق الزائل الهالك الميت وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ومخلوقات الله بمليارات المليارات ولا يعلم عددها ولا يعلم تفاصيل حياتها ولا كيف تدبر معاشها إلا الله الكبير قال ربنا عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال وربنا له الكبرياء كله وله العظمة والملك ملك والأمر أمر السماء سماء والأرض أرض والخلق خلق إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون ربنا كبير وعلى كل شيء قدير قال ربنا فالحكم لله العلي الكبير فالحكم لله العلي الكبير قل اللهم مالك الملك تؤتي الملكة من تشاء وتنزع الملكة ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وقد أمر الله عز وجل عباده أن يكبروه تكبيرا تعظيما وتنزيها وإجلالا وإجلالا عن كل نقص نسبه القفار إليه قال الله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أي أحد يزعم أن الله له ولد كله الله أكبر أي أحد يزعم أن الله له شريك كله الله أكبر بهذا أمرنا ربنا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ولهذا كان التكبير شعارا للعبادات الكبار وللطاعات الضخمة فالتكبير في الصلاة من الأذان إلى الصلاة إلى أذكار الصلاة تلتمية خمسة وسبعين تكبيرا في اليوم والليلة التكبير في الصلاة ذل وانكسار لذل عظم والكبرياء التكبير في الصلاة تلتمية خمسة وسبعين مرة من الأذان إلى أذكار الصلاة في الصلوات قبلها وبعدها في اليوم والليلة وكذلك الحج كله تكبير إذا وقفت عند الحجر الأسود تشير بيدك اليمنى وتقول الله أكبر إذا وقفت على الصفة تقول الله أكبر إذا وقفت على المروى تقول الله أكبر إذا رميت الجمرات كلما رميت جمرة تقول الله أكبر الله أكبر وأعظم الأيام عند الله على الإطلاق العشر الأولى من ذي الحجة وهي أيام ذكر وتكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام العشر فأكثروا فيها من التكبير والتهليل والتحميد أحب الأيام إلى الله أمرنا الله فيها أن نذكره بأحب ذكر إلي فأكثروا فيها من التكبير والتهليل والتحميد كأن الله مع كل حركة وسكنة لا يريدك أن تنهزم أن تتقزم أن تصبح حقيرا قليلا مخذولا ضعيفا الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر فأكثروا فيها من التكبير والتهليل والتحميد وشرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سن لنا في كل فرح أن نكبر في كل عيد أن نكبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه مبشرا أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة قال أبو سعيد راوي الحديث فكبرنا مع البشرة تكبير سيدنا النبي يقول للصحابة أرجو أن تكونوا يعني المسلمين نصف أهل الجنة قال الصحابة الله أكبر قال أرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة أهل الجنة 120 صف ما نعرفش الصف في كم مليار 80 صف منهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري في صحيحه والأعياد عندنا تبدأ بالتكبير بمجرد أن يقول المفتي غدا عيد الفطر من ليلة العيد نكبر في البيوت في الأسواق في الطرقات نكبر حتى نصل إلى مصلى العيد نكبر فإذا قام الإمام انقطع التكبير أما في عيد الأطحى فالتكبير مستمر إلى عصر آخر أيام التشريق اللي هو رابع أيام العيد مع كل فرح نكبر مع كل سرور نكبر مع كل أمر عظيم مع كل أمر مهول نكبر كالكسوف إذا كسفت الشمس نقول الله أكبر الله أكبر مع كل أمر عظيم نقول الله أكبر طلب أناس من الصحابة وكانوا معه في غزاء ورأوا بعض الكفار يعلقون سيوفهم بشجرة يتبركون بها فقال بعض الصحابة ممن أسلم حديثاً يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط اجعل لنا شجرة كده مبروكة قبل المعارك نعلق بها السلاح نخد بركة فقال رسول الله الله أكبر هذا كما قالت بني إسرائيل اجعل للموسى اجعل لنا إلها أجعل للموسى أجعل للموسى هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون إذا استوى على بعيره كبر ثلاثاً رواه مسلم إذا صعد جبلاً كبراً إذا صعد شرفاً رابية أي مكان مرتفع كبر قال جابر كنا إذا صعدنا كبرنا والمسلم علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختم يومه بالتكبير شوف أنا عايز أقول لك النبي عايز التكبير ده في لحمك في دمك في عظمك في كل حركة في كل سكنة عند ختام اليوم إذا أخلطت إلى فراشك اختم يومك بالتكبير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه سبح ثلاثاً وثلاثين وحمد ثلاثاً وثلاثين وكبر أربعاً وثلاثين يعني بيختم يومه صلى الله عليه وسلم بالتكبير والتكبير مشروع في المواضع العظيمة في النعم الكبيرة كنعمة الهداية الهداية نعمة عظيمة تستوجب الشكر ومنه التكبير قال ربنا في قرآنه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم كنعمة الهداية من صور شكر الله عليها أن تكبر ربك كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم الثبات على الأمر العزيمة على الرشد المداومة على الطاعة نعمة تستوجب الشكر ومنه التكبير قال ربنا لنا عقيب آيات الصيام ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون قال شيخ الإسلام شرع التكبير على الهداية والرزق والنصر لأن هذه الثلاثة أكثر ما يطلبها العبد وفيها جماع مصالح الدنيا والآخرة الله أكبر كلمة عظيمة الله أكبر كلمة كبيرة أمرنا الله بها أن نملأ بها قلوبنا لتمتلئ قلوبنا بتعظيمه وإجلاله فلا نستعين بغيره ولا نتوكل على أحد سواه ولا نخشى غيره ولا نيأس من رحمته ولا نقنط أبدا قال ربنا وربك فكبر وربك فكبر ربنا كبير قال الإمام الكرطبي أبلغ لفظة عند العرب في معنى التعظيم والإجلال لله الله أكبر أكبر لفظة عند العرب على الإطلاق نعظم بها الله نجل بها الله هي كلمة الله أكبر والله أكبر هي كلمة الفطرة التي فطر الله الناس عليها روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول الله أكبر الله أكبر فقال رسول الله على الفطرة على الفطرة رواه مسلم وهي من الكلمات التي يحبها الله عز وجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلمات إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله رواه مسلم فليكن نشيدك دوما سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله في خلواتك أكثر من هذه الأربع في مجيئك في ذهابك أكثر من هذه الأربع سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله هذه أحب الكلمات إلى الله وكلما قلت منها كلمة غرس لك بها في الجنة شجرة ملكك يتوسع في الجنة بسبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله وهي صدقة على نفس الذاكر قال رسول الله وكل تكبيرة صدقة رواه مسلم وكل تكبيرة صدقة رواه مسلم وبالتسبيح والتحميد والتكبير تفتح أبواب السماء سبحان الله والحمد لله والله أكبر قال ابن عمر بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا اسمع الكلام ده غالي بالتسبيح والتحميد والتكبير تفتح أبواب السماء قال ابن عمر بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عقب الصلاة من القائل كلمة كذا وكذا فقال رجل أنا يا رسول الله قال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء رواه مسلم عجبت لها فتحت لها أبواب السماء قبل أن تشرع في الدعاء أكثر من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل ثم أحمد الله وأثني عليه وصل على رسول الله وادعو لنفسك ولخاصتك وعموم المسلمين بخير الدنيا والآخرة واختم بالحمد والصلاة دعاءك متقبل إن شاء الله وكيف لا يتقبل وقد فتحت له قبل أن تشرع فيه أبواب السماء كما قال الصادق محمد صلى الله عليه وسلم والله أكبر والله أكبر ثقيلة في الميزان يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخن 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 لخمس ما أثقلهن في الميزان بخن بخن لخمس ما أثقلهن في الميزان لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر وسبحان الله والحمد لله والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والده رواه أحمد والله نرى من أهل غزة من الصبر على فقد الأحبة ما تندهش له عقولنا رجل يقول مات أولاد الخمسة وماتت زوجتي ومعهم أبي وأمي وكل هؤلاء نحتسبهم عند الله شهداء أهل غزة شهداء ومشاريع شهداء ثابتون صامدون أبطال اللهم ثبتهم اللهم اشفي مريضهم داوي جريحهم انتقم من الصهائين ومن عاونهم انتقم من كل من خزل أهل فلسطين يا رب العالمين وبعده فالله كبير لا أكبر منه وله الكبرياء في السماوات والأرض وكل ما يخطر ببالك فالله أعظم من ذلك والله أكبر منه على كل شيء قدير سبحانه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون والمؤمن الصادق يحتمي بالرب الكبير ويتوكل على الرب الكبير ويفوض أمره إلى الرب الكبير ولا يقنط ولا ييأس من رحمة الرب الكبير أما هؤلاء الصهائينة صهائينة العرب أما هؤلاء من ضعاف الإيمان فربنا يقول فيهم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ولا سعادة للعباد ولا صلاحة ولا تمكين ولا نصرة ولا كرامة ولا عز إلا بمعرفة الله عز وجل وبطاعة الله عز وجل والكبرياء من خصائص ربوبية الله وقد توعد الله كل من اتصف بالكبر أن يذله فالعز إزاره والكبرياء رداؤه كما قال النبي في الحديث الذي رواه مسلم ومن كان في قلبه مثقال ذر من كبر أدخله الله النار فليحضر كل عبد من مرض الكبر والعجب والغرور وإذا دعتك نفسك على ظلم الناس فتذكر أن الله أكبر تذكر قدرة الله عليك ثم اعلم أن النار دار المتكبرين وأن الجنة دار المتواضعين قال رب العالمين تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادة والعاقبة للمتقين ولينظر كل متكبر إلى أصل خلقته خلق من طراب يداس بالأقدام خلق من ماء مهين يخرج من مجر البول قالت عائشة أيها المتكبر تقتلك شرقة تنتنك عرقة تقلقك برقة وكان الحسن البصري يقول أفن لك أيها المتكبر يعني إخي عليك تغسل القرأة بيديك عن نفسك في كل يوم مرتين أو ثلاث ثم تتكبر على جبار السماوات والأرض يخونا إحنا خلقنا من جنس القلال من صلصال كالفخار إحنا دعفاء جدا ومهازيل جدا ولا بقاء لنا ولا كرامة إلا بالله عز وجل يا كل متخاذل يا كل قزم اعرف من هو ربك ربك كبير ربك أكبر ربك صاحب الكبرياء والعظمة ربك نصر الصحابة في بدر وهم أذل ضعاف العدد والعدد الله جل جلاله الأمر كله بيده يصطفي شهداء يميز الخبيث من الطيب يبتلين ليمحص الناس وأرض فلسطين عائدة يقينا إلى المسلمين وعد ربنا في قرآنه فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجدة كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا وقال الصادق محمد صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر فينطق الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي قد اختبأ خلفي فتعالى واقتل فاللهم يا رب السماوات والأرض يا غالب يا كبير يا أكبر يا نعم المولى يا نعم النصير سدد رمية إخواننا في أرض فلسطين انتقم من عدوهم زلزل الأرض من تحت أقدام الصهاينة املأ قلوبهم رعبا وخوفا أرنا فيهم آية من آياتك ألف بين قلوب المسلمين أعد المسلمين إلى وحدتهم أعد المسلمين إلى وحدتهم اللهم قوي ظهور المسلمين احفظ كل بلاد المسلمين من صهاينة اليهود ومن صهاينة العرب برحمتك يا رحمن يا رحيم آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته